إذا منتبعنا كرام كما تعلمون قبل يومين كان هناك حدث مهم جدا حدث حاول نظام حضرات الجزائر على أنه يغطي عليه بافتعال هذه الأزمة ديال الخريطة وفرق نهضة بركان وما إلى ذلك من هذه الاستفزازات ودخل رأسه في واحد غرق رأسه قانونيا مع الكاف ومع الفيفا ومع القضاء فيما يتعلق بهذه المسألة المسألة اللي يحاول على أنه يغطي عليها وهو إعلان قيام دولة القبائل إعلان قيام دولة القبائل اللي كانت قبل 48 ساعة وتم إعلان قيام دولة القبائل من أمام مقر الأمم المتحدة من طرف السيد فرحة مهني الرئيس جمهورية القبائل المحتلة بداية قبل الشروع في الموضوع نود أن نبارك لشعب القبائل إعلان قيام دولتهم بشكل أحادي الجانب بعدما أعطوا الفرصة لنظام حضرات الجزائر على أنه ينظم الاستفتاء ويعطي الفرصة للقبائليين أنهم يقروا مصيرهم بأيديهم ومع تعنط نظام حضرات الجزائر ما كان للقبائليين وما كان للسيد فرحة مهني سوى أنه يعلن قيام دولة القبائل وصدقوني ما زال هناك العديد والعديد من المفاجآت اللي غادي تكون في هذا الملف وحاليا حسب ما صرح السيد فرحة مهني فإن الملف للقبائل يتم دراسته من أجل إدخاله إلى لجنة تسفية الاستعمار في الأمم المتحدة وهناك دول كذلك غد تعترف بجمهورية القبائل في قادم الأيام والمدة والمستقبل القريب وصدقوني هذه الرسالة موجهة للقبائليين وموجهة كذلك للسيد فرحة مهني ديبلوماسية حضرات الجزائر فاشلة بكل المقاييس تستطيعون الانتصار عليها بكل بساطة تستطيعون الانتصار عليها باستغلال الغباء دي النظام الجزائري والغباء دي الدبلوماسية الجزائرية هي ديبلوماسية فاشلة بكل المقاييس وسوف تنتصرون على نظام حضرات الجزائر وسوف يكون لكم تقرير المصير وسوف تستقلون من هذا النظام من هذا الاحتلال من هذا البؤس من هذا الجهل من هذا التخلف ديال نظام حضارات الجزائر فمجددا نبارك للقباليين وبكل تأكيد هذه مجرد بداية وما زال ستكون هناك خطوات أخرى ما زال ستكون هناك مفاجآت أخرى ما زال ستكون هناك أمور أخرى ستدخل نظام حضارات الجزائر في الحيط لأن هذا النظام سيظهر النفاق سيظهر الأكاديب والبروباغاندا التي تبناها مع العلم أنه يقول هذه مبادئ النظام وهذه مبادئ تشتغل عليها الجزائر تقرير المصير والحريات والاستفتاءات والشعوب المظلومة هذا هو شعب يريد الاستفتاء ويريد تقرير المصير الآن يا حضرات الجزائر يلا طبق تلك المبادئ إذا كنتم تجرؤون طبق تلك المبادئ بدل أن تتهم القبيليين بالإرهاب وبدل أن تشيطن القبيليين وبدل أن تقمعوا القبيليين وتعتقلوا القبيليين أعطيهم فرصة لتقرير المصير لكن تمال صدعتنا طوال السنوات الماضية والعقود الماضية بهذه الشعارات لتقرير المصير والحريات وتقرير المصير الشعوب والنظام حاضرات الجزائر يقفوا مع الشعوب المصدعفة وما إلى ذلك من هذه الأمور صدعتوا لنا رأسنا بهذه الشعارات وطبع الحالة الشعارات كانت تبقوا فقط مع ملتزقة البوليزاريو حينما يتعلق الأمر بشعوب فعلاً مصدعفة لا نرىكم يخبر لكم الآثار لا تهدرون لكن حينما يتعلق الأمر تساقط البوليزاريو دائماً الكلام ودائماً الهارج ودائماً الشعارات ودائماً ما إلى ذلك من هذه الأمور والآن هناك شعب أعلن قيام دولته وأعلن التحرر من نظام حاضرات الجزائر وأعلن أنه يريد تقرير ما صاره فالمسألة بسيطة كونوا قدوة للعالم وعطيهم الاستفتاء كونوا قدوة للعالم وطبقوا الشعارات لكم وعطيهم الاستفتاء ديروا لهم الاستفتاء نضموا لهم الاستفتاء مع العين أن القبيليين انتظروا لسنوات انتظروا لسنوات وقالوا على أن من الممكن نظام حاضرات الجزائر أن يطبق هذه الشعارات في القبائل لكن اتضح على أن هذا النظام نظام منافق نظام كدام نظام غبي بكل ما تحمل كلمة من معنى والمسألة الأخرى متبعين كرامة هو أن السيد فرحة سهني دائما ما يقول على أن إعلان قيام دولة القبائل هو إعلان سلمي يعني ما سيشرفع أسلاح لكن السيد فرحة سمهني يقول بأن دائما السياسة دياله سيكون سلميا ما دام هو رئيس جمهورية القبائل يعني ما دام هو ما زال كرئيس لجمهورية القبائل المحتلة ما زال كتعامل بالسلم أعطيهها فرصة ودروا الاستفتاء رأي إلام شفر حتمهني رأي يقدر يجيش واحد آخر يقول لك نحن لا نتبنى السلم رفع السلاح ضد نظام حاضرات الجزائر ممكن يقول لك تهو ما الكفاح المسلاح وتهو ما بغين تقرير المصير وتهو ما بغين يحروا أنفسهم بقوة السلاح كل شيء ممكن كل شيء ممكن لكن لتفادي كل هذه الأمور أعطوا للناس فرصة أنهم يدلوا الاستفتاء أعطوا لهذا الشعب فرصة بشكل المصير وأنتم دائما في المحافل الدولية قد تدغلين رصنا في تقرير المصير في كل الاجتماعات في محافل الدولية وإن كان الاجتماع تربية الآلنم كما أقول دائما غطت القندة بحاضرات الجزائر والمندوبين والصفراء تتكلموا على تقرير المصير 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 لكن لا تستطيعون لماذا لا تستطيعون لأنكم عارفون إذا استفتاء قصما بالله تتخسروا إذا استفتاء حر نزيغ قصما بالله تتخسروا فيه وليس فقط في القبائل أي بلاصة في حضرات الجزائر استفتاء قصما بالله لا تبقى نظام حضرات الجزائر خصوصا في هذه المناطق التي تمها جنوب حضرات الجزائر بين قوصين يتصرق لهم النفط والغاز ومعيشون في حالة من البؤس وحد الحالة كانت فيها ويوجدت الصور وفيديوهات والتوتيقات والحالة البائسة التي عيشون فيها وقوموا مقارنة ما بين هذه الصحراء الجزائر والصحراء المغرب مقارنة ما بين العيون وبرج باج مغتر مقارنة ما بين الدخلة وطم الراس مقارنة ما بين السمارة وحسين سعود مقارنة ما بين ما بين ما بين وبرج لكم الفرق الكبير الفرق المهول ما بين دولة أمة وما بين حضرات وزريبة تعتمد على الموروط الاستعماري وعلى ما قدمت لهم فرنسا وعلى ما قدمت لهم الاستعمار الفرنسي لدائما كالقوات الشعار في نظام حضرات الجزائر وحسن الحدود الموروطة عن الاستعمار مصدعا لنا رأسنا بالشهادة خمسة مليون شهيد وعشر مليون شهيد في نهاية المطفة فشك يحصلوك يقول لك لا نحن نعترفه بالحدود الموروطة عن الاستعمار قممة التناقض الدموماسية على نظام حضرات الجزائر وكما قلت لكم فإن الدموماسية الجزائرية دموماسية فاشلة غبية بكل ما تحمل كلمة بمعنى ومن السهل للقبيليين أنهم يحققوا انتصارات ديبلوماسية ضد نظام حاضرات الجزائر متابعين كرام وراكم في فيديو قائد مع المزيد من التفاصيل